سجل حافل بنشر الفتن والقلاقل والاضطرابات بهدف زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة هذا ما تكشفه الخارجية السعودية لتوضيح الصورة الحقيقية لإيران ونهجها العدائي الذي تتبعه منذ قيام ثورتها عام 1979 فمن خلال ورقة حقائق مدعومة بالأرقام والتواريخ رصدت وزارة الخارجية تورط إيران في العديد من العمليات الإرهابية من خلال الميليشيات التي أسستها داخل وخارج حدودها لتصبح الدولة الأولى الراعية والداعمة للإرهاب في العالم وفي أول تعليق للمملكة العربية السعودية بشأن اتفاق إيران نووي مع القوى الدولية حذر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من أن رفع العقوبات عن إيران بعد الاتفاق سيعد تطورا سلبيا إذا ما استخدمت طهران المال لتمويل أنشطة شريرة على حد قوله الجبير وفي تغريدات له على موقع تويتر اعتبر أن إيران تزعم بأن الصداقة من أولويات سياستها الخارجية بينما يظهر سلوكها عكس ذلك وطالبها بأن تسمح للناس أن يعيشوا بسلام وفي مقال له بصحيفة نيويورك تايمز قال وزير الخارجية السعودي إن إيران تستمر في تعميم سياساتها الطائفية والتوسعية الخطيرة ودعمها للإرهاب بما في ذلك كيل الاتهامات للمملكة العربية السعودية بلا دليل يدعم هذه الاتهامات كما أشار إلى دعم طهران للجماعات المتطرفة والعنيفة مثل حزب الله في لبنان والحثيين في اليمن والميليشيات الطائفية في العراق إضافة إلى استهدافها للمواقع الدبلوماسية كأحد أدوات سياستها الخارجية وأشار إلى قيام إيران في أكتوبر باختبار صواريخ باليستية في خرق لقرارات مجلس الأمن الجبير استذكر أيضا حادث إطلاق سفينة عسكرية إيرانية صواريخ بالقرب من سفينة أمريكية وفرقاطة فرنسية في المياه الدولية واختتم الجبير بالقول إن السعودية لن تسمح لإيران بالعبث بأمنها أو بأمن حلفائها وستتصدى لكل المحاولات التي تسعى للعبث به وتهديده على سرحان العربية